موسيقى الرئيس السيث يؤكد أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية في القطاع الصحي بشكل سريع وكفء وتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين موسيقى الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة وتحذر من سيناريو الفوضى موسيقى الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبة على روسيا مع اقتراب الذكرى الثالثة لعمليتها في أوكرانيا موسيقى الثالثة عصر الناء الواحدة بتوقيت جرانيتش نشر إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع نسرين فؤاد أهلا بك نسرين أهلا بك نرد أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام أكد رئيس عبد الفتاح حسيسي على استمرار العمل على تقديم أعلى مستوية الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين وتأيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمة الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار حيث أوضحها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن رئيس أسيسي أكد أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفق والتي اترحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي كما شدد الرئيس أسيسي أيضا على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار حرص مصر دائم على تخفيف من التدعيات الإنسانية التي يتعرضون لها مشهيدا في هذا الإطار بالدور النبي الذي يؤديه القطاع الصحي البصري لدعم أهالي القطاع موسيقى تتورات الأوضاع في قطاع غزة حيث دعت رئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف عضوانها على قطاع غزة محذرة من أن البديل هو الفوضى وتجاوز الخطوط الحمراء في منطقة معرضة لانفجار شامل وأكد المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي بآلية واضحة وإطار زمني محدد لأنه الطريق الوحيد لتحقوق الأمن والاستقرار للجميع قال رئيس الوزراء الفلسطينية محمد الشتية أن العضوان الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أسفر حتى الآن عن مئة ألف شهيد ومفقود وجريحة معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وطلب خلال ترأسه اجتماعا للحكومة في رامالله مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف الإبادة الجماعية وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس ورغم قرار محكمة العدل الدولية فإن وطيرة القتل لم تتوقف والتجويع لم يتوقف أصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب المئة ألف معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ مطلوب من مجلس الأمن وأعضائه العمل على وقف الإبادة الجماعية وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان وميدنيا استشهد ثمانية فلسطينيين أغلبهم من الأطفال عقب قصف قوات الاحتلال لمنزل بمنطقة زويدة وسط قطاع غزة وأفدت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال المسايرة قد أطلقت النار صوب المواطنين قرب جسر وادي غزة وما أدى إلى إصابة عدد منهم كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف دير البلح وخان يونس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية المديرة العام والمديرة الإداري لمستشفى الأمل إلى جهة غير معلومة وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاعتقال جاء عقب إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعية بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين من مستشفى الأمل ومقر الجمعية باتجاه منطقة مواصي خان يونس بعد حصارهم لأكثر من أسبوعين داخل مقرات الجمعية أدنت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي واصل وزير المالية الإسرائيلي إدلاء بها بشأن تعميق وتعزيز الاستعمار في الأراضي الفلسطينية كما استنقرت الخارجية الفلسطينية تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن عدم سماحة للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستطنين واعتبرتها استخفافا بقرارات الشرعية الدولية أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد ضرورة تكثيف العمل لوقف اطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدة الإنسانية بشكل كاف ودائم وخلال مباحثاتهما في العاصمة عمان جدد الزعيمان التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروع مشددين على أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال اطلاق عملية سياسية للتواصل إلى تسوية شاملة وعادلة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الوضع في الشرق المتوسط أو الشرق الأوسط وجهود تحسين إيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة وأضافت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين قد ناقشها هاتفيا جهود إطلاق صراح المحتجزين في القطاع وجهود التواصل لهدنة الإنسانية تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بدأ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين زيارة إلى الشرق الأوسط في جولة جديدة تهدف إلى التواصل إلى هدنة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي هذا وشدد بلينكين في تصريحات قبيل الزيارة على ضرورة الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة وضمان سلامة المدنيين وذلك بعد تحذيرات من منظمات دولية حيال التدعيات المدمرة للعدوان يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في قطاع غزة كما يواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لطلق العلاج في المستشفيات المصرية وقد استقبل المعبر عشرات الشاحنات للمساعدات الإنسانية والوقود أكدت وكلة الأونروا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس بقطع غزة خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية أسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية المدنية وأشارت الأونرواح إلى أن استمرار تلك العمليات يكبر المدنيين على الفرار جنوباً نحو رفح الفلسطينية المقتضة بشدة مضيفة أنه حتى الثالث من الشهر الجاري وصل عدد النازحين إلى مليون وسبعمائة ألف شخص أي أكثر من خمسة وسبعين بالمئة من السكان في جميع أنحاء قطاع أعلنت إسبانيا اعتزامها إرسال مساعدات إضافية لوكالة الأونرواح بقيمة ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار وقال وزير الخارجية الإسبانية خسيمانويل الفاريس أن الوكالة الأممية في وضع بائس ويوجد خطر حقيقي يهدد بإصابة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة بالشلل في غضون أسابيع قليلة اقتحمت قوات الاحتلال للإسرائيلي مدينة طباص شمال الضفة الغربية وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي مع اندلاع مواجهات كما دفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرفات ونشر قناصته في أكثر من مكان اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا بالضفة الغربية حيث تم اعتقال عشرة فلسطينيين من رمالة وأربعة آخرين من الخليلة كما طلت حملة الاعتقالات مدن القدس وطباص وطولكرم وغيرها وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 6540 فلسطينيا اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا تقوصا تلمودية ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلد القديمة والمسجد الأقصى الفلسطينيين من الدخول ما تسبب بانخفاض عدد المصلين للشهر الخامس على التوالي ترجمة نانسي قنقر تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان وشنت الطائرات الحربية للاحتلال غارة على بلدة مروحين كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي طير حرفة والظهيرة وغيرهما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني رفض بلاده لأي أعمال أحدية الجانب تقوم بها أية دولة بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة وأشجد السوداني على أن الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم مشيرا إلى أن العراق بدل ولا يزال يبدل جهودا كبيرة من أجل حفظ الاستقرار والتحقيق التهدئة بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم حول ضربات الأمريكية في العراق وسوريا وذلك بطلب من روسيا وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أدانت الضربات الأمريكية على سوريا والعراق وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن الغارات الجوية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا هي تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولية قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها قصفت أربعة صواريخ موجهة مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق على سفن بالبحر الأحمر أشارت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إلى أن القوات الأمريكية تنفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد هجوم حوثي بصاروخ موجه أعلن مجلس النوب الليبي زلت المدينة منكوبة مع تكليف الحكومة برئاسة أسامة حماد بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم المدينة هذا وتعاني المدينة من اتفاع منسوب المياه الجوفية وهو ما دفع الحكومة الليبية إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة اشتركوا في القناة يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو في وقت لاحق من فبراير الجاري بمناسبة مرور ثلاث سنوات على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومن المقرر توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير تشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات الروسية التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي كما ستستهدف العقوبات المزيدة من الشركات التي تساهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها قال الكريملين إن مجموعة السابعة تتطلع إلى الأصول الروسية كضمان لجميع الأموال لأوكرانيا مشيرا إلى أنه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة فستكون غير قانونية كما أكد الكريملين أن الاستيلاع على الأصول الروسية سيقود أسس جميع الأنظمة الاقتصادية قررت فرنسا دعاء السفيرة الروسية في باريس لإبلاغه بتنديد باريس بغرات روسية أسفرت عن مقتل اثنين من العمال الفرنسيين العاملين في المجال الإنساني في أوكرانيا الأسبوع الماضي وكان وزير الخارجية الفرنسية سيفان سيجروني قد وصف الحادث بأنه عمل همجي منددا بتصاعد المعلومات المضاللة التي تستهدف فرنسا في أعقاب العمليات الروسية في أوكرانيا أكد الرئيس الأوكراني فلودمير رازلينسكي أن نحو 26% من أراضي بلاده ما زالت تحت السيطرة الروسية مضيفا في الوقت ذاتي أن الجيش الروسي لم يعد قادرا على تحقيق تقدم قوي لأن الأوكرانيين قد أوقفوا وأوضح أزلينسكي أن 50% من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية في 24 فبراير من عام 2022 قد عادت للسيطرة الأوكرانية في ظل المواجهة الضارية التي يخوضها الجيش الروسي والأوكرانية تعصف الخلافات بالقيادة في كييف على غرار تصاعد الخلافات داخل القيادة الأوكرانية حول تغير واستبدال عدد من المسؤولين الرئيس الأوكراني أوضح أنه يفكر في استبدال قائد جيشه فاليري زالوجنياية وعدد من المسؤولين البارزين في الدولة وفي المجال العسكرية مشيرا لوجود حالة إلى إعادة ضبط الأوضاع عبر استبدال فريق الإدارة الأوكرانية بأكمله الذي يقود البلاد من أدل ما وصفه بالبداية الجديدة جاء ذلك بعد انتشار تقارير في وسائل الإعلام الأوكرانية في الآوينة الأخيرة مفادها بأنه من الممكن إقالة زالوجنياية ليحل محله قائد القوة البرية للقوات الأوكرانية أليكزندر سيراسكي ودعم هذه الاعتقادات زيارة زيلانيسكي المفاجئة لجنوده عبر جبهة القتال غب عنها زالوجنياية يأتي ذلك في وقت قال فيه دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية لن تضيف أي حظر جديد على الواردات في الحزمة التالية من العقوبات على روسيا بينما يأخذ اقترح الحزمة الثالث عشر شكله النهائي وعلى الرغم من دعوات بعض دول الاتحاد الأوروبي لحظر المزيد من الصادرات الروسية مثل الألمونيوم فإن المفوضية ستقترح حزمة تأمن أن تثير الحد الأدنى من النقاش بين الدول الأعضاء ليتسنى إقرارها سريعا وتعتقد بروكسيل أنه لم يتبق سوى القليل الذي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التواصل إلى اتفاق عليه بالإجماع مع استبعاد فرض عقوبات على الوقود النووي ولغز الطبيعي المسال الروسي في الوقت الحالي ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي عما قريب قانونا يمثل الخطوة الأولى لتخصيص أرباح الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو وأغلبها في أوروبا لتمويل أعادة أعمار أوكرانيا وقد يصل ذلك إلى نحو 15 مليار يورو على مدى أربع سنوات أعلنت وزارة ودفاع الأوكرانية أن قوات استدفت 6640 جنديا روسيا كما دمرت 924 قطعة من المعدات والأسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي ووضحت الدفاع الأوكرانية أن القوات دمرت 147 مركبة قتالية مدرعة تابعة الجيش الروسي وسبعة أنظمات إطلاق صواريخ متعددة وغيرها من المعدات الروسي قال مسؤولون محليون أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص آخر على الأقل في هجوم بالمدفعية الروسية على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا وقال المسؤولون أن مقطعا مصورا من الموقع نشره مكتب المدعي العام الإقليمي أظهر سيارة محترقة بالكامل اشتعلت فيها النيران بعد الانفجار مع العثور على جثتين بداخلها هذا وتتعرض داخل سنو المناطق المحيطة بها لقسم روسي منتظم كما تواجه عددا من الانذارات الجوية على مدار اليوم تحطمت طائرة هليكوبتر روسية من طراز 108 تابعة للطاقم لطوارئ روسي بمنطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد وقالت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة كانت في مهمة وتم العثور على حطامها على بعد 11 كيلو مترا من شاطئ بحيرة أونيغا وعلى عمق خمسين مترا قررت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو بسبب ما وصفتها بتصريحات غير مقبولة وأوضحت الوزارة أن السفيرة الإسرائيلية حرفت موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة التي أجرتها مع صحيفة روسية ووصفت الوزارة تصريحات السفيرة بأنها بداية غير موفقة إطلاقا لهكا في منصبها الدبلوماسية الذي بدأت شغله في ديسمبر الماضي وانتقدت السفيرة الإسرائيلية في المقابلة وزير الخارجية الروسية سيرجيل لابروفا لتقليله من أهمية المحرقة النازية وقالت إن روسيا ودودة بصورة مبالغ فيها مع حركة الفصائل الفلسطينية أعلنت تايوان عن عبور تسع طائرات عسكرية صينية الخطة المتوسطة لمضيق تايوان وقالت تايوان إن الطائرات تقوم بدوريات استعداد قتالي مشترك مع سفن حربية صينية تشهد ولاية نيفادا وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوري والتي تشارك فيها سافيرة واشنطن السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي ذلك في حين يُعقد الخميس المؤتمر العام للحزب في الولاية الذي سيختار الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للجمهورين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل وبحسب قانون الذي تم إكراره في عام 2021 واعترض عليه الحزب الجمهوري فقد أصبح للجمهورين تصويتين مختلفين ولكن الحزب يعتمد فقط نتيجة المؤتمر العام كشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار من شأنه أن يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل من جنبه أعلن رئيس مجلس نواب مايك جونسون معارضته لمشروع القانون وقال في بيان أنه أسوأ من التوقعات أشيرا إلى أن مشروع القانون لن يقترب من إنهاء الكرثة الحدودية أعلنت كوريا الجنوبية انضمامها لتدريبات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة حول أمن الفضاء وذلك وسط تصاعد التنافس مع جارتها الشمالية لتعزيز قدراتهم الاستطلاعية القائمة على الفضاء المزيد في سياق التقرير التالي في مسعى لتعزيز قدرتها الدفاع ضد تهديد أجارتها الشمالية أعلنت كوريا الجنوبية انضمامها لحدث تدريبي متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة حول أمن الفضاء التدريب جلوبال سنتينال لعام 2024 والذي تصدفه قيادة الفضاء الأمريكية في قائدة فاندبرغ في كاليفورنيا سيشارك فيه أفراد من القوات الجوية والمهد الكوري الجنوبي لعلم الفلك وعلوم الفضاء وستركز التدريبات التي ستضم حوالي 250 فردا من 28 دولة على تعزيز التعاون في عمليات التوعية بالمجال الفضائي مثل تصدمات الأقمر الصناعية وتساقط الخطم الفضائي فيما ستشكل سيول فريقا مشتركا مع نظرائها من أستراليا واليابان ونيوزلندا لمناقشة وممارسة سبل الرد على مثل هذه المواقف وتأتي التدريبات على خلفية احتدام السباق الفضائي في شبه الجزيرة الكورية مع تبادل كوليمان بيونجانج وسيول اطلق صواريخ الصناعية الخاصة بالتجسس كما دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بتهديد بيونجانج باستهدف قمرها الجديد وهو ما اعتبرته كوريا الشمالية بما ثابت أعلن الحرب مهددة هي الأخرى بتدمير الأقمر الأمريكية الموجودة في المدار ما يزيد من حدة التوترات القائمة بالفعل في شبه الجزيرة الكورية كشف تقرير صادر عن لجنة الدفاع التابعة للحكومة البريطانية أن الجيش البريطاني غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق وطويلة الأمد بسبب نقص الأفراد والتحديات في تجنيد القوات والاحتفاظ بها المزيد في هذا التقرير اعترف صادم كان خديثا رأي العام البريطاني ذلك الذي خلص إليه تقرير جديد أعدته لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني كشف أن القوات المسلخة البريطانية ليست مستعدة لخوض حرب التقرير البرلماني عن حالة الجيش البريطاني الذي استغرق أعداده عاما كاملا كشف أن القوات البريطانية المنتشرة بشكل متزايد غير مستعدة لمحاربة روسيا مرجعا ذلك إلى حاجة الجيش لإصلاحات عاجلة لحل أزمة التجنيد وتعزيز مخزونه من الأسلحة والذخيرة بشكل كبير وأحدى نقاط الضعف الرئيسية في الجيش البريطاني هي الافتقار إلى القدرة التصنيعية المحلية لإنتاج الأسلحة والمركبة القتالية والذخيرة بالوتيرة المطلوبة لتجديد المخزونات والاستجابة للطلب الذي سينشأ عن ذلك ووسط تزايد الضغوط على الإنفاق الدفاعي اكتشفت اللجنة أن 1.95 مليار جنيه استرلينية من التمويل الممنوح في الميزانية الربيع الماضي يمكن الآن استخدامها لسد النقص في الدفاع بدلا من تجديد وتعزيز المخزونات يأتي ذلك بعد أن حضر جراند شابس وزير الدفاع البريطانية من أن بلاده تنتقل من عالم بعد الحرب إلى عالم قبل الحرب مشيرا إلى ضرورة أن تتأكد المملكة المتحدة من أن نظامها الدفاعي جاهز بالكامل ودع باتريك ساندرز رئيس الأركان البريطاني الشهر الماضي إلى تدريب وتجهيز جيش من المواطنين لمواجهة مخطر النزاعات في حالة نشوب حرب مع دول مثل روسيا وجاء هذا بعد دعوة الجنرال مارتن هارم قائد قوة الدفاع الإسطينية المتخمة لروسيا دع دول النيتو إلى بدء برامج التجنيد الإكبارية في ألمانيا أعلنت نقابة عملية أن الموظفين الأرديين في شركة الطيران الألمانية لوفت هنزا سيدخلون في إدراب عن العمل وذلك يوم الأربعاء المقبل وأوضحت النقابة أن الإدرابات العملية التي تضرب قطاع النقل في ألمانيا تطالب بزيادة الأجور وستتأثر عدة مواقع للشركة في فرانكفورت وميونيخ وهمبورج وبرلين ودولسدورف في سياق متصل أفادت رابطة القضاء الألمان بأن المحاكمة الألمانية قد تلقت أكثر من 125 ألف شكوى من ركاب ضد شركات طيران العام الماضي وتطالب أغلب الشكاوى بتعويد عن إلغاء الرحلات أو تأجيلها وقالت الرابطة أن عدد القضايا عبر البلاد قد ارتفع بواقع 80% مقارنة بالعام السابق عليه قلت وزيرة الدفاع النيوزيلندية جودس كولينز إنها تتوقع أن تتلقى مراجعة للقدرات الدفاعية لبلاد في يونيو القادم في أحدث خطوة لتحليث جيش البلاد يتهد فيما تعاني القوات المسلحة النيوزيلندية من وجود كميات من المعدات القديمة ونقص الأفراد حيث لا تعمل ثلاث من صفن البحرية التسعة في البلاد بسبب نقص الموظفين كما تم تعليق خطط إنشاء سفينة دورية جديدة للمحيط الجنوبي قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده سترد بالشكل المناسب على رسالة التعاطف النادرة التي أرسلها الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده مؤخرا وأضاف كيشيدا أنه حريص على حل القضية القائمة منذ فترة طويلة والمتعلقة باتهام توكيو لبيونج يونج باختطاف مواطنين يابانيين في فترة السبعينيات وثمانيات من القرن الماضي وجدد كيشيدا التأكيد على أنه سيأخذ زمام المبادرة في تعزيز المفاوضات رفيعة المستوى للتواصل إلى قمة معكم فزى رئيس نجيب أبو كيلة بولاية رئاسية ثانية في السلفادور بأغلبية صاحقة بعد حصوله على حوالي 80% من الأصوات الأولية هذا وكان أبو كيلة هو المرشح الأوفر حظا للفوز بفترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات بعد نجاح الاستراتيجية الأمنية التي أدت إلى انقفاض حاد في معدلات الجريمة على مستوى البلاد أعلنت شرطة الباكستانية مقتل عشرة على الأقل من أفراد الأمن وإصابة ستة آخرين في هجوم على مركز الشرطة في شمال غرب البلاد يأتي الهجوم قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان وسط تسجيل عشرات الهجمات على مرشحين ومؤيدين للأحزاب أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزونا ضخما من معدن الكوارتز المميز بنقائه العالي وإن شاء الله المركزي لأن الكوارتز المصرية تمتع بمزايا تنافسية عالية على المستوى العالمي وتتبنى مصر في الوقت الراهن استراتيجية توطين تلك الصناعة التي يتم من خلالها دعم الصناعة المحلية وتنميتها متوقعا أن تصل القيمة السوقية للكوارتز عالميا إلى ثمانية مليارات وستمائة وعشرين مليون دولار بحلول عام الفين وثمانية وعشرين اشتركوا في القناة 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 تراجع الكبير وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لضبط سوق الصرف وضبط المتلاعبين والمتاجرين بالنقد الأجنبية وتشير التوقعات إلى استمرار انهيار أسعار الدولار مقابل الجنية ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم مدعومة بمشتريات المتعاملين المصريين ربح رأس المال السوقي سبعة مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تريليون وتسعمائة وثمانية وسبعين مليار جنيه هذا وصعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس تيرتي بنسبة 33 من مئة بالمئة كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سافنتي متساوي الأوزان بنحو 92 من مئة بالمئة رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024 لكنها حذرت في الوقت ذاته من ان التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط تمثل خطرا استهدد برافع اسعار المواد الاستهلاكية وقالت المنظمة انها تتوقع ان تبلغ نسبة النمو 2.9 من 10 بالمئة مقارنة مع توقعتها السابقة في نوفمبر والبالغة نحو 2.7 من 10 بالمئة فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة هذا وتراجعت صادرات المانيا باكثر من المتوقع خلال شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي ظهرت بينات مكتب الاحصاءات الالمانية ان الصادرات قد انخفضت بنسبة 4.6 من 10 بالمئة على اساس شهري هذا وتراجعت ايضا الصادرات الى دول الاتحاد الاوروبي بنحو 5.5 من 10 بالمئة مقارنة بالشهر السابق بينما انخفضت الصادرات الى الدول خارج الاتحاد الاوروبية بنسبة 3.5 من 10 بالمئة قالت وزارة الطاقة الاوكرانية ان بلادها سجلت فائضا في انتاج الكهرباء وتعتزم تصديره الى ملدوفا وبولندا المجاورتين واكدت الوزارة ان اوكرانيا تتوقع ان تبدأ اعمال البناء في اربعة مفاعلات جديدة للطاقة النووية في صيف او خريف العام الجاري اذا تسعى البلاد الى تعويض قدرة الطاقة المفقودة حذر صندوق النقد الدولية في تقرير خلال الاسبوع الماضي او عفوا اكتوبر الماضي من احتمال حدوث هبوط كبير في اسعار العقارات التجارية حول العالم ما قد يؤدي الى تعرض البنوك لخسائر مالية المزيد نتابعه في التقليل التالي وسط مخاوف بشأن تساع نطاق ازمة العقارة التجارية من الفترة المقبلة حذرت عدة بنوك في الولايات المتحدة واسيا واوروبا من تأثر اعمالها بضعف تلك السوق مع تصاعد حدة المخاوف بشأن تداعية تلك الازمة على القطاع المصرفي قيم العقارة التجارية الامريكية قد انخفضت بالفعل بنسبة 22% منذ ربع الاول من عام 2022 عندما بدأ الاحتياطي الفدرالية في رفع معدلات الفائدة اذ يعاني سوق العقارة التجارية منذ ذروة وباء كورونا عام 2020 مع تحول سياسة العمل الى المنزل بدلا من المكاتب في الوقت نفسه انخفضت اسعار المكاتب بنسبة 35% مع ضعف الطلب على المساحة المكتبية بعد تسارع الاتجاه الى العمل عن بعد واصبح حوالي 14% من جميع القرض العقارية التجارية و44% من القرض المخصصة للمباني المكتبية في وضع سلبي لحقوق الملكية ما يعني ان الدين اكبر من قيمة العقار ذاته ما يزيد خطر عدم قيام المقترضين بسداد ديونهم ولا تقتصر المخاوف بشأن العقارات على الولايات المتحدة فحسب بل تعاني شركات اوروبية من انخفاض ارباحها كما قامت بشط بجزء من اصولها نتيجة التضرر من اضطرابات القطاع المستمرة البنوك الامريكي تواجه بشكل خاص ديون مستحق للعقارة التجارية بقيمة 560 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل في وقت تحتفظ فيه تلك البنوك بنحو تريليونين و700 مليار دولار من القرض الثقارية والعقارية حتى الربع الثالث من العام الماضي ومع ارتفاع احتمالات حدوث المزيد من حالة التخلف عن سدد الديون اصبحت البنوك في صدارة ازمة نتيجة ارتباطها المباشر بالعقارة التجارية كما تجد المصارف نفسها امام تراجع تقييمة العقارات وانخفاض استخدام المباني المكتبية كان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير خلال اكتوبر الماضي من وجود احتمالية لحدوث هبوط كبير في اسعار العقارة التجارية حول العالم ما قد يؤدي الى تشدد شروط التمويل وانخفاض اكبر للاسعار وتعرض البنوك لخسائر مالية قال جرون باول رئيس التحتياطي الفيدرالي ان مسؤول البنك المركزي لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة ثلاث مرات تاكل المنهة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام وتعهد باول بان البنك سيمضي بحضر فيما يتعلق بتغفضات الفائدة هذا العام كما اعرب عن ثقتي في الاقتصاد ووعد بانه لن يتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام مشيرا في الوقت ذاتي لانه ينتظر المزيد من الادلة على تحرك التضخم بشكل مستدام نحو مستوى 2% نحو مستوى 2% نحو مستوى 2% أن صادرات الغاز الطبعي المسال حققت رقما قياسيا خلال ربع الرابع من العام الماضي عند مستوى 105 ملايين و400 ألف طن بحسب منظمة أوبك وأضف تقرير المنظمة أنه إجمالا كأداء على مدار عام 2023 قد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبعي المسال عالميا نحو 409 ملايين و300 ألف طن وهو أعلى رقم سجله صناعة الغاز الطبعي المسال في تاريخها الممتد لقرابة 6 عقود أعلن التحلف الوطني لعمل أهلي التنموية إعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية هذا وتشمل المساعدات أغطية شتوية وملابس الأطفال وغيرها من المسلزمات ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم استقبال زائريها في دورته الخامس والخمسين بمركز المعارض بالتجامع الخامس وتجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامس والخمسين خلال أحد عشر يوما فتح أبوابه للجمهور حكز الأربعة ملايين زائر محققا بذلك الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعلن رئيس تشيلي جابرييل لابوري كان عدد قتل حرائق الغابات المستعرة في وسط البلاد قد ارتفع إلى مائة واثنين عشر شخصا مؤكدا أن البلاد تواجه مأساة كبيرة وذكرت السلطات أن المئات ما زالوا في إعداد المفقودين وهو ما يثير مخاوف من أن عدد القتل سيواصل ارتفاع مع استمرار العثور على جثث عند سفوح التلال وفي المنازل التي اتدمرتها الحرائق شهدت العاصمة اليابانية توكيو والمناطق المجاورة تساقط ثلوج كثيفة مما أدى إلى توقف وسائل النقل ومطالبة المواطنين بتجنب الخروج غير ضروري كما ألغت الخطوط الجوية اليابانية ما لا يقل عن مئة رحلة جوية ما أدى إلى تضرر أكثر من أحد عشر ألف شخص فيما رجحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يستمر تساقط الثلوج حتى صباح غد الثلاثة أعلنت وكالات إدارة الكوارث الإقليمية في الفلبين مصر عشرين شخصا على الأقل بعد أيام من الأمطار الغزيرة في أجزائي أجزاء من جنوب البلاد وقالت الوكالة أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة مشيرة إلى أن أكثر من ثمانمائة واثنى عشر ألف شخص قد تأثروا جراء الفيضانات منهم نحو خمسة وثمانين ألف شخص قد لجأوا إلى مراكز الإيواء أعلنت رابطة اللاعبين للمحترفين بي أس إي للسكواش التصنيف الجديد لشهر فبراير الجاري وحفظ علي فرج على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي فيما جاء اللاعب مصطفى عسل في المركز الرابع بالتصنيف كما حافظت اللاعبان ورأى الشربيني على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الإيسكواش وذلك للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي وقد جاءت هانيا الحمامي في المركز الثاني فيما احتلت اللاعب نوران جوهر المركز الثالث آه فعلا افعلى احسوب ملت 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 آه جانب ملت ملت تواصل كلنا من كوتيبار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب افريقيا استعداداتها لخوض مباريات قبل النهائي بطولة كأس الامم الافريقية حيث تقام مبارتا نصف نهائي بعد غد الاربعة المزيد في هذا التقرير مواجهات مرتقبة في الدور قبل النهائي بطولة كأس الامم الافريقية بعد ان تمكنت اربعة منتخبات من التأهل الى نصف نهائي وهي كوديفوار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب افريقيا وسيكون السابع من فبراير هو يوم المواجهات الحاسمة المرتقبة حيث ستلتقي كوديفوار مستضيفة البطولة مع الكونغو الديمقراطية على ملعب حسن وطارا في تمام الساعة العاشرة مساء بينما ستكون مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا في ملعب السلام عند الساعة السابعة مساء كوديفوار حسمت تأهلها الى نصف نهائي بعد فوزها على مال في الدقائق الاخيرة من الاشواط الاضافية حيث تعادلت في الدقيقة تسعين وسجلت هدف الفوز في الدقيقة مئة واثنين وعشرين من الشوط الاضافي الثاني بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على غينيا بنتيجة ثلاثة واحد في ربع نهائي امم افريقيا وتأهل منتخب جنوب افريقيا الى نصف النهائي بعد الفوز على الرأس الاغدر برقلات الترقيح في حين تأهلت نيجيريا بعد الفوز على انجولا بهدف دون رد وسيتأهل الفائزان للنهائي الذي سيقام في الحادي عشر من فبراير الجاري فيما سيخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث يوم العشرين من فبراير فاز فريق منشستر يونايتد على ضيف وستهام بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدور الانجليزية وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المان يونايتد الى ثمان وثلاثين نقطة بينما تجمد رصيد وستهام عند ستة وثلاثين نقطة اشتركوا في القناة اعلن منتدى مصر للإعلام عن توقيع شراكة مع رابطة كتاب كرة القدم في انجلترا FWA احد اقدم الاتحادات الاعلامية والصحفية على مستوى العالم في خطوة رائدة تهدف لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الاداء الصحفي والاعلامي وفق هذه الشراكة اتفق الطرفان على التعاون في تنظيم ورش عمل تدريبي في الصحافة الرياضية تقدم للصحفيين والاعلاميين في مصر والشرق الاوسط وتشمل جوانب متنوعة من تغطية الاخبار الرياضية ومعالجة القضايا ذات الصلة وكجزء من هذا الاتفاق يحضر منتدى مصر للإعلام الحفل السنوي الذي تنظمه رابطة كتاب كرة القدم في انجلترا خلال شهر مايو من كل عام لتقديم جائزة لاعب ولاعبة العام في كرة القدم لتكريم اللاعبين الاكثر تأثيرا على مدار الموسم واصحاب الاداء الافضل على المستوى الفني والروح الرياضية ويشارك المنتدى باسمه وشعاره خلال هذا الحفل ومن جانبها ثمنت نوها النحاس رئيس منتدى مصر للإعلام هذه الشراكة بين الجانبين مؤكدة أنها خطوة هامة سوف تعكس إجابا على الاداء الصحفي والإعلامي في مجال الصحافة الرياضية وأكدت حرص منتدى مصر الإعلام على إنجاح شراكة والتعاون بصورة مثمرة مع رابطة كتاب كرة القدم في انجلترا ومن جانبه عبر بول مكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا عن سعادته بهذه الشراكة مع منتدى مصر الإعلام مؤكدا تطلعه لشراكة ناجحة يتم من خلالها تنفيذ برامج تدريبية للصحفيين الرياضيين ذوي الخبرة أو المهتمين بالمجال نهاية أخبار الثالثة وهذه تسجرة بأبرز ما جاء بها من عنوان الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطبيق الحوافز الليستثمارية في القطاع الصحي بشكل سريع وقف وتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطن المينات الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة وتحذر من سيناريو الفوضى الاتحاد الأوروبي يستعيد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا مع اقتراب الذكرى الثالثة لعملياتها في أوكرانيا ولمزيد من الأخبار مشاهدين الكرام ما يمكنكم تحميل تطبيق أكثر من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكوار كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طبيب المتابعة قدم لحضراتكم هذه النشرة الزميلة مرباة المليك واتحياتي لكم نصري واتبرا لقاء